بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارس مقرر جبر المصفوفات ومع الدرس الثاني من الوحدة الأولى وهو بعنوان حل نظام خطي باستخدام طريقة يجاوز وجاوز جوردان للحذف أهداف الدرس التعرف على مفهوم المصفوفة الموسعة Augmented Matrix التعرف على العامات الأولية على صفوف المصفوف Elementary Row Operations التعرف على شكل المصفوفة في الحالتين Row Echelon and Reduced Row Echelon 4 استخدام العمليات الأولية على الصفوف لحل نظام خطي باستخدام طريقتين جاوز للحذف وغاوز جوردان للحذف وصميت هذه الطريقة باسم العالمين الألمانيين العالم الرياضي الكبير كارل فريدريش جاوز والمهندس الألماني الذي أضاف إليها بعض التحسينات لتكون أيصر في الوصول للحل كما ينطق بالألمانية أو العالم جوردان المصفوفة الموسعة ما معنى المصفوفة الموسعة؟ هذه هي إحدى طرق تمثيل النظم الخطية على شكل مصفوفة واحدة يعني بدل ما نكتب النظام الخطي في أكثر من معدلة نكتبه على شكل مصفوفة واحدة تساعدنا في الوصول إلى الحل تسمى هذه المصفوفة الموسعة لأنها تشمل على مصفوفتين المعاملات إلى جانب العمود الذي يعبر عن نواتج النظام الخطي إليكم المثال التالي عندنا ثلاث معدلات في ثلاث مجهيل X و Y و Z إذا أخذنا معاملات هذه المعادلات فمعامل X هو واحد ومعامل Y سالب أربعة ومعامل Z هو ثلاثة في المعادلة الثانية كذلك معاملات X و Y و Z هي سالب واحد وثلاثة وسالب واحد أما في المعادلة الأخيرة لا يوجد عندنا المتغير Y لذا فمعامله هو صفر أما X معاملها 2 و Z معاملها سالب أربعة هذه المصفوفة نسميها Coefficient Matrix أو مصفوفة المعاملات إذا وضعنا بجانب هذه المصفوفة النواتج هذا العمود الذي يعبر عن نواتج النظام الخطي إذا وضعناها إلى جانب مصفوفة المعاملات سمينا هذه المصفوفة بـ Augmented Matrix أو المصفوفة الموسعة كما كتبناها في المثال السابق في آخر الدرس السابق التي كانت تعبر عن سير السيارات في منطقة ما ما هي العمليات الأولية على الصفوف Elementary Row Operations درسنا أحبتي في مراحل التعليم مقبل الجامعي ترك حل الأنظمة الخطية باستخدام طريقتين الحث Illumination والتعويض Substitution وعلمنا أنه يوجد ثلاث عمليات أولية يمكن إجراؤها على الأنظمة الخطية وهي تبديل معادلتين واحدة مكان الأخرى ضرب معادلة بعدد غير الصفر إضافة ما ينتج من ضرب معادلة بعدد إلى معادلة أخرى وهي نفس العمليات التي يمكن إجراؤها على صفوف المصفوف الموسعة لماذا؟ لأنها تعبر عن نظام خطي لذا ما يسرى عن نظام الخطي يسري عليها لذا ف Elementary Row Operations in a Matrix رقم واحد We can interchange two rows تبديل صفين معا اثنين Multiply a row by a non-zero constant ضرب أي صف في عدد غير صفري رقم ثلاثة Add a multiple of a row to another row نضع يمكن أن نجمع حاصل ضرب صف في عدد إلى صف آخر مثال على العمليات الأولية على الصفوف في المثال الأول Interchange the first and the second rows تبديل الصفين الأول مع الثاني فإذا كان الصف الأول عناصره 0134 يمكننا أن نبدله مع الصف الثاني الذي يحتوي على سلب 1203 فتكون المصفوفة الجديدة الصف الأول سلب 1203 والصف الثاني 0134 ونرمز لهذه العملية بالشكل R1 وR2 بينهما سهم ذو رأسي في الاتجاهين الجزء الثاني من المثال هو على عملية ضرب مصفوفة في عدد ما غير صفري المصفلة معنا صفها الأول 2 سلب 4 6 سلب 2 إذا أحببنا أن نقسم هذا الصف على 2 بمعنى أننا ضربناه في نصف فماذا يحدث 2 على 2 يعطي 1 سلب 4 على 2 يعطي سلب 2 6 على 2 3 سلب 2 على 2 سلب 1 فتكون هذه هي المصفوفة الجديدة الجزء الثالث من المثال هو إضافة صف بعد ضربه في عدد ما إلى صف آخر ففي هذا المثال سوف نضرب الصف الأول في سالب 2 ونجمع الناتج على الصف الثالث فإذا ضربنا الصف الأول في سالب 2 صارت هذه 2 في 1 بـ 2 في سالب بسالب 2 سالب 2 في 2 بسالب 4 سالب 4 في سالب 2 سالب بسالب موجة بـ 2 في 4 8 تعتب سالب 2 بسالب 6 ثم نجمع سالب 2 موجة بـ 2 يعطي صفرا سالب 4 موجة بـ 1 يعطي سالب 3 8 موجة بـ 5 يعطي 13 سالب 6 سالب 2 يعطي سالب 8 فهذا الصف الجديد الصف الثالث الجديد هو عبارة عن مجموعة الصف الثالث القديم مجموعنا عليه الصف الأول مضروبا في سالب 2